ترحيب يليق بنجوم الراك استحقه فريق عمل الفيلم الكوري الساركون نجاح هائل لم تشهده الصلاة الكورية من قبل فقد شاهد هذا الفيلم نحو 13 مليون مشاهد وفاقت إراداته 60 مليون يورو لقد أصبحت الأفلام الكورية مشوقة وحماسية ويبذل المخرجون جهود كبيرة لإيجاد مواضيع جديدة أنا سعيد بمستوى السينما حاليا أولى الأفلام التي عرضت في كوريا الجنوبية كان مصدرها أوروبا والولايات المتحدة ولكن بعد صدور أول فيلم كوري في العام 1919 بدأت تزدهر السينما المحلية في البلاد وقد أصبحت هذه الأفلام على جداول المهرجانات العالمية يمكن القول أن الأفلام الكورية يمكن تشبيهها بأفلام هوليوود من الفئة بي لأن كلفتها أقل بكثير من الأفلام الأمريكية ولأنها فازت بجوائز في العديد من المهرجانات وليس بعيداً نال الفنان بسي وأغنياته جانجمان ستايل شهرة عالمية ظاهرة يمكنها مساندة السينما الكورية لاستقطاب جمهور جديد أكثر شعبية أغنياته مشهورة في عدد كبير من البلاد وهذا الاهتمام بالثقافة الكورية من شأنه لفت الأنظار إلى أعمالنا ما قد يساعد المخرجين الشباب أمثالي هذا المخرج أنتج عمله الأخير بألفين يورو فقط وهو من ضمن الجيل الجديد من السينمائيين ذوي الميزانيات المتواضعة والذين يأملون انتزاع شهرة كبيرة في كوريا الجنوبية أو في بلاد الاختراب